بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة بحل بعض الأمثلة ولكن قبل كل شيء سنعطي الملاحظة التالية لإيجاد ثوابت أو أمثال كثيرة حدود الاستفاء بطريقة الشرائح التكعبية حيث أنه يمكن حساب قيم الثوابت من الدستير التالي إن الدستور التالي يمكن أن يحسب لي قيمة الام واحد والام اثنين والام ثلاثة الدستير التالي اي اي والبي اي والسي اي والدي اي ونتحقق أو نتذكر أنه إذا كانت الشريحة الطبيعية إذا كانت الشريحة طبيعية فعندئذن يكون لدي بالإضافة إلى ذلك الشرطين التاليين أن الام صفر هي صفر والام اثنين هي صفر ما هي فائدة أو متى يستخدم الطالب هذه الدستير طبعا نحن دائما من ننصح بالطريقة العامة اللي هي أنه شرح لثلاثة كلمات استفاء شريحة طبيعية كلمة الاستفاء تعني أن S بالXI تساوي YI تعطيني جملة معادلات وكلمة طبيعية تعني أن الدالي متصلة ومشتقها متصلة والمشتق الثاني متصلة هذه أيضا الثلاثة كلمات تعطيني كل واحدة منهم جملة معادلات بالإضافة إلى إذا كانت الشريحة طبيعية أم شريحة افتراضية عندئذن مجموعة هذه الكلمات يعطيني جملة معادلات بحل لا نحص على المطلوب أما طبعا أمر الدساتير وحفظة بالنسبة للطالب أمر مرهق خاصة للمستقبل أما متى أستخدم هذه الدساتير على سبيل المثال إذا طلب مني إيجاد الشريحة التكعيبية SX التي مكونة مثلا عم نحكي بأبسط الأشكال S0X يساوي بين X مثلا بين الواحد والاثنين S1X حيث الـ X بين الاثنين والثلاثة و S2X حيث الـ X بين الـ 3 والـ 4 في هذه الحالة إذا قال لي احسب قيمة الدال لـ S عنده الـ 3.5 فعندئذن هنا لا يريد الشرائح التكعيبية أو كسيرة الحدود السفاء الداخلي الشريحة التكعيبية يريد فقط أن تحسب S عنده الـ 3.5 بجي لهون الـ 3.5 تقع هنا فعندئذن أحتاج إلى سوابت كسيرة الحدود هذه فقط فلماذا أحسب كل السوابت 9 سوابت 4 8 12 سابت أنا هون بحسب فقط 4 سوابت تبع كسيرة الحدود هذه وأحصل على ثم أعوض كل X بـ 3.5 أحصل على القيمة المطلوبة إذن في هذه الحالة دساتير السوابت جدا مفيدة بالنسبة لي الآن ممكن ناخد مثال أنشئ الشريحة التكعيبية المرة من النقاط الـ X0 هي 1-2 والـ X1 هي 2-3 والـ X2 هي 3-5 الآن قبل كل شيء لنضع الدساتير أمامنا إن دستور الذي يحسب ليه الـ M هو هذا الدستور الدستور الذي يحسب ليه الـ AI والـ BI والـ CI والـ DI وبما أنه يقول لي بنص التمرين أن الشريحة الطبيعية فإن الـ M0 يساوي 0 والـ M2 يساوي إلى 0 لنحسب الآن الـ M1 الآن نعطي هنا الـ I تساوي إلى الـ 1 في هذه العلاقة فنحصل على H1 راح 1-0 H0-M0 لكن الـ M0 هو يعطيني أن الشريحة طبيعية وابتالي M0 هي 0 إذا ما هذا نخدر صفر لو جينا لهم H1-M2 أيضا هو صفر وذلك لأن الشريحة طبيعية إذن ببقى عندي 2 بـ HI نائس 1 زائد HL-I لكن ما هي الـ HI نائس 1 والـ HI إن الـ HI والـ Hات في كل هذه الفترة هي عبارة عن العدد 1 3-2 راح 1 و3 راح 2 إذن هي 1 إذا وابتالي هذا 1 زائد 1-2 في 2 4 4-M1 إذن هذه هنا سنضع 4-M1 ماذا تساوي؟ تساوي إلى لو جينا هون يساوي إلى 6 ونفتح قوس وي لنعود الآية بـ 2 إذن وي 2 الـ Y2 هي عبارة عن 5 نائس وي 1 الـ Y1 هو عبارة عن 2 هو عبارة عن العدد 3 تأسيم تأسيم الـ H الـ H هي عبارة عن HL-I طبعا أن HL-I الـ Hات كلها واحدة وتساوي إلى الواحد إذن هي واحد نائس Y-I الـ I1 إذن Y1 الـ Y1 هي هذه هي 3 نائس Y-I نائس 1 اللي هي Y0 اللي هي عبارة عن 2 تأسيم الواحد تأسيم الواحد إذن من هذه العلاقة نرى أنه يساوي إلى 6 5 راح 3 هي 2 نائس 3 راح 2 هي عبارة عن 1 2 راح 1 هي 1 ويساوي إلى 6 ويساوي إلى 6 إذن طلع معي 4M1 يساوي إلى 6 ومنه M1 يساوي إلى 6 على 4 إذن هو بالتالي الـ 6 بتنكتب 3 في 2 2 مع 2 في المقام تصير M1 هي 3 على 2 إذن بهذا حسبنا القيمة M1 لأن نأتي إلى هنا نحتاج إلى A0 A0 سنعوذ IB0 لو عوضنا في هذه علاقة IB0 نرى أنه M1 نائس M0 على 6 H0 إذن ف M1 حسبناها هي 3 على 2 نائس M0 M0 هي 0 على 6 على 6 H1 إذن 3 على 2 على 6 زمانة 3 على 12 3 على 12 هي عبارة عن 1 على 4 بنفس الأسلوب لإيجاد B1 نضع B0 نضع M0 على 2 M0 معروفة إذن B0 هي 0 C0 نضع هنا 0 وهكذا بالنسبة إذن C0 لو عوضناها خلينا نحسب إذن B0 هي طلعت معي 0 C0 نحسبها الآن هي YI زائد 1 يعني 0 زائد 1 Y1 Y1 هي عبارة عن 3 ناقص YI ويعني Y0 Y0 هي عبارة عن 2 على ال-S ال-S هو 1 ما فيه دعي نقسم عنها على تقسيم ال-S ناقص MI زائد نعود بالصفر بصير معي MI زائد يعني M1 حسبناها وهي 3 على 2 3 على 2 زائد 2 M0 M0 صفر وبالتالي هذا كل صفر تقسيم 6 إذن بهذه العلاقات نحصل على C0 أما D0 D0 هي عبارة عن Y0 وال-Y0 هي عبارة عن 2 ويساوي إلى 2 بكون حسبة A0 B0 C0 D0 بنفس الاسلوب لحساب A1 نضع IB1 هنا ونعوض هذه حتى نحصل على بقية B1 هي M1 على 2 M1 هي 3 على 2 على 2 يعني 3 على 4 C1 نعوض هنا IB1 في هذه العلاقة والD1 هي Y1 D1 هي معناته 3 وهو المطلوب وإذا بهذا تكون تشكلت كسيرة لحدود وهذه بالتالي نحصل على المطلوب إذا بهذا الشكل نكون قد حصلنا على المطلوب الآن لننتقل إلى مثال آخر مثال من أجل المعطيات التالية أعطيني الدالة التجربية هي لما X0 يساوي 0 لما X1 يساوي 2 لما X2 يساوي إلى 1 هذه هي المطلوب الأول أوجد شريحة تكعبية طبيعية إذن يريد تكعبية طبيعية الطلب الثاني إذا كان باستعمال استفاء الشريحة التكعبية الطبيعية قرب أو احسب تقريب F1 ونص لنحسب أولا لنوجد كسيرة الحدود إذن عندي أنا كم نقطة إذن عندي بالشكل التالي 0 1 2 إذن معنا شريحة أولى هي S0 وشريحة ثانية هي S1 إذن هذه عندما X بين 0 والS1 عندما X بين الواحد والاثنين والS I X ما هي إلا AI بX X للتكعب زائد BI X X للتربيع زائد CI X X X X X X X DI الآن علي أن أوجد هذه الثمانية سوابط أستخدم الدساتير اللي مرت معاي AI هي MI زائد 1 MI على 6 H BI هي MI على 2 CI هي YI زائد ونقص Y على HI نقص MI زائد 1 زائد 2 MI على 6 DI هي Y I وبما أن الشريحة التكعبية فإن M0 يساوي M2 يساوي إلى الصفر فإنني طبعا وهذا هو الدستور الذي يحسب لي ال H يحسب لي ال M فعند إذن لدينا من أجل ال H0 في هذه الحالة لو رجعنا إلى المثال هي في الفترة الأولى بين الصفر وال 1 إذن ما هي الدالة لو شفنا هنا H0 هي عبارة عن H0 هي هنا H0 بين الصفر وال 1 و H1 هي بين 2 و 1 و كلاهما يساوي إلى 1 كما نرى إذن معناها H0 بين 1 وال 0 يساوي 1 وال 2 1 يساوي إلى 1 من أجل N يساوي إلى 2 نضع I يساوي إلى 1 حتى نحصل على نبحث عن M1 طبعا M1 تحسب بهذا الدستور كما هو أمامي إذن هو H0 M0 زاد H1 M1 زاد H1 M2 يساوي إلى 6 Y2 على H1 ناقص Y1 ناقص Y0 على H0 نعوض في هذه العلاقة لكن M0 هي صفر M2 وهي 1 زاد 1 هي 2 2 2 2 4 M1 نأتي إلى هنا Y2 معلومة Y1 معلومة Y1 Y0 معلومات H1 H0 هي وعبارة عن 1 نعوض فنحصل على M1 ماذا تساوي سالب 4.5 والA0 نعوض أيضا في المعلاقات والB0 والC0 والD0 هي حسبنا المثال كسية الحدود الأولى لنحسب الثانية A1 والB1 والC1 والD1 ثم نعوض الآن S0 هي D0 زاد C0 X X0 زاد B0 X X0 للتربيع زاد A0 X X0 للتكعيب نعوض X0 هي عبارة عن 0 D0 حسبناها هي عبارة عن 0 C0 هي عبارة عن 2.75 B0 هي عبارة عن 0 A0 هي سالب 0.75 إذن عوضنا فحصلنا على كسية الحدود هذه 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 S0 على الفترة بين 0 و 1 بنفس السلوب تماما S1 هي A1 D1 زاد C1 X X1 زاد B1 X1 للتربيع زاد A1 X1 للتكعيب نعوض X1 كانت هي عبارة عن 1 A1 B1 C1 D1 أيضا بالأعداد التي طلعت معنا وهذه هي الكسية الحدود الآن F1 1 1 1 يقع بين 1 2 إذن نعوض في هذه في الشريحات الثانية وبالتالي نحصل على F1 1 1 يساوي إلى 1.7 813 وبالتالي نحصل على قيمة الدال لو كان طيلب مني فقط احسب قيمة الدال لو كان طيلب فقط احسب قيمة الدال F عند ال 1 1 1 عند إذن كما في داعي نطلع ثمانية سوابت كان فقط ممكن اطلع قيم سوابت S1 وأعوض فيها لا داعي ان استخرج S0 هذه هي الملاحظة التي دائما نعطيها للطلبة الآن ممكن ان ننتقل الى مثال او نوع اخر من الامثلة اوجد قيمة المعاملات التالية ABCDE حيث ان SX معطى هذه العلاقة اذا كان X بين الصفر والواحد واذا كان X بين الواحد والاثنين عندما يقول اوجد المعاملات عند اذن هنا لابد من الرجوع الى النظري النظري ماذا يقول عندي في النظري بعض الاشياء بما انها نتذكر بما انها استفاء شريحة تكعيبية ان استفاء تعني SXI يساوي الى YI تكعي بماذا تعني S والS فتحة والS فتحتين دوال متصل الدوال متصل يعني في النقاط الداخلية النقاط الذي لدي 012 النقطة الداخلية هي 1 يعني S0 في الواحد يساوي S1 في الواحد وS0 في الواحد يساوي S0 S1 في الواحد وS فتحتين صفر في الواحد يساوي إلى S فتحتين واحد في الواحد إذن هذه ماذا تعني شريحة تكعيب بالاعتماد على هذه الأشياء يمكن تعيين على هذه الأشياء الأربعة التي ذكرتها يمكن تعيين قيمة السوابة ABCDE الآن حتى تكون شريحة تكعيبية كمان كلمة طبيعية الشريحة طبيعية كلمة طبيعية تعني أن S فتحتين الصفر في البداية في الصفر هي صفر والS فتحتين في واحد في الاثنين أيضا يساوي إلى الصفر أيضا باستخدام كل هذه المعطيات يمكن أن أحسب قيمة هذه السوابة لنبدأ الآن بالحل لدينا الS صفر طبعا هي الجزء الأول الأولى سميتها الS صفر والثاني سميتها الS واحد الشريحة الأولى إذن هذه سميتها الS صفر إذن هذه هي الS صفر إيكس إذن هذه الS صفر وهذه سميتها S واحد إيكس كما نفعل دائما إذن فأحتاج إلى أن أحسب الآن مشتقة إذن الS صفر تساوي هذه العلاقة الS فتحة صفر إيكس تساوي إلى لو اشتقناها مشتقل إيكس واحد مشتقل سالب إيكس تربيع هو سالب 2 إيكس زائد 3 بي بي إكس تربيع هذا الS فتحة الآن الS فتحتين صفر يساوي إلى لو اشتقيناها لحصلنا على سالب 2 إيكس سالب 2 إيكس زائد 6 بي بي إيكس إذن هذه الS فتحة والإيكس الS1 إيكس هي C زائد D إيكس ناقص واحد زائد E إيكس ناقص 2 للتربية إيكس ناقص 2 نحسب المشتقة مشتقة هذي يساوي إلى D مشتقة هذي 2 إي بي إيكس ناقص 2 وهذي مشتقة 3 بي إيكس ناقص 2 للتربية من هون الS فتحتين نشتقها هو 2 إي زائد 6 إيكس ناقص 2 إذن بهذه حسبنا قيم المشتقات الآن الشريحة التكعبية الطبيعية شروط الشريحة التكعبية الطريعية هو أن تكون في النقطة الداخلية ما هي النقطة الداخلية إذن عندي النقاط 0 1 2 النقطة الداخلية هذه عند نقطة داخلية من الأتصال تكون S بالصفر و S1 بالواحد يساوي إلى الواحد تعطيني معادلة أولى والشرط الثاني هو أن المشتقة للS0 في الواحد يساوي المشتقل S1 في الواحد أيضا بتعطيني معادلة المشتقل الثاني للS0 في الواحد ومشتقل الثاني للS1 في الواحد أيضا بتعطيني المعادلة الثالثة كون الشريحة الطبيعية فإن الS فتحتين صفر بالصفر يساوي إلى الصفر والS فتحتين واحد بالاثنين يساوي إلى الصفر أيضا الأولى بتعطيني معادلة والثانية بتعطيني هذه المعادلتين حددت A والB نوع A والE نعوض في المعادلة الثالثة ثم نعود في المعادلة الثانية ثم نعود في المعادلة الأولى فنحصل على ال-B وال-C وال-D وبالتالي حصلنا على كل هذه السوابط نعودها فنحصل على المطلوب مثلا نأتي إلى مثال آخر حلينا هذا المثال المثال الأول في هذه اللاية وكان على أنها شريحة طبيعية الآن يطلب مني سؤال مغاير أنشئ شريحة الافتراضية التي تمر من النقاط التالية 1-2-2-3-3-5 وحيث ال-S فتحة 1 يساوي 2 وال-S فتحة 3 يساوي إلى ال-1 إذن هنا لدي الدالة التجربية التالية هذه هي 1-2-2-3-3-5 إذن X0-X1-X2 إذن هذه هي الشريحة التكعيبية إذن الآن يريد الشريحة الافتراضية الآن الشرائح يساوي إلى Y-I هذه تعطيني إنزاد 1 معادلة الآن وتكعيبية عني أنها ال-S وال-S فتحة وال-S فتحتين متصلات في النقاط الداخلية والنقطة الداخلية هنا هي النقطة 2 ليش؟ لأنه عندي 1-2-3 إذن النقطة الداخلية هي إذن هذه X0-X1-X2 إذن معناتها هاد فمعناتها ال-S0 في ال-X1 يساوي ال-S1 في ال-X1 هذه الشروط الثلاثة إذن وال-S1 فتحة في ال-X1 يساوي ال-S0 وال-S1 فتحة في ال-X1 وال-S فتحتين 0-X1 يساوي ال-S فتحتين 1 في ال-X1 إنه هذه الشروط مع هذه الشروط تعطيني معادلات بحل لا نحصل على السوابط طبعا هنا يريدها افتراضية يعطيني هو اللي حاله في نص المسألة الشرطان فنعود الآن ال-S0 أولا بهذه الشروط ال-S0 هو 1 يساوي F ال-1 ال-S1 بال-2 يساوي F ال-2 هو يعطيني إياهون فحصلت على هذين الشرطين وال-S0 الآن في النقطة الداخلية النقطة الداخلية هنا هي النقطة 2 ال-S0 بال-2 يساوي S1 بال-2 وال-S1 بال-3 ساوي F ال-3 طبعا هذه تضاف إلى هذه إذن هذه 1-2-3 من كون المسألة هي مسألة استفاء فإن ال-S بال-XI ساوي F ال-I طبعا ال-XI لما بتقع هون بدنا نعوض بال-S0 لما بتقع هنا سنعوض بال-S1 وال-3 أيضا سنعوض بال-S1 إذن وبالتالي فعوضنا فحصلنا على هذه 3-1-2-3 هذه من الشرط الأول من الشرط الثاني أولا نبدأ ب-S0 بال-X1 يساوي S1 بال-X1 لو عوضنا فنحصى على هذه المعادلة الآن كذلك الأمر S0 بال-2 طبعا الشرط الثاني يساوي S1 بال-2 فنحصى على المعادلة 0 بال-2 بال-2 يساوي S1 بال-2 فنحصى على هذه المعادلة الآن ومن الشرط الافتراضي عطنيا الصفر في الواحد يساوي إلى 2 ونعوض إذن هذه عوضنا فحصلنا على ال-B0 إذن أيضا الشرط الافتراض الثاني هو يساوي إلى ال-1 نعوض فنحصى حصلنا على جملة معادلات بحل هذه الجملة بالاعتماد على طريقة لو حليناها لحصلنا على قيمة هذه السوابت إذن حصلنا على هذه المعادلات التي تعطيني قيمة السوابت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته